لعب ريال مدريدة السابق وبروسيا دورة مدقى الحالية وبالتالي المغرب كرة سريعة لمسا ولعبة بيتحركوا بيعملوا قفل لبات بيفوطوا البحض يا جماعة كرة ممتعة كرة بصراحة يعني نتمنى ان منتخب المغرب يكمل ومنتخب الجزائر ومنتخب السنغار والكرة الجميلة تكمل لحد دور التمانية علشان نتفرج على كرة قدم جميلة وممتعة وكرة قدم سريعة جولات الاولى ما كانش لها من قياس زي مولت لحضراتكم الجولة الاولى كان كله زعلان كان كله متضايق كان كله بيقول ان البطولة مش بنفس القوة عشان 24 منتخب لكن 24 منتخب اتحاد الافريقي بيعطي فرصة للمنتخبات اللي مش بيكون لي حظ ان هي تشارك زي منتخب بروندي منتخب مدغشكر منتخب موريتانيا والمنتخبات الاخرى منتخب كينيا وبالتالي بيكون في فرص لبعض المنتخبات ان هي تشارك لكن دوره 16 ممكن يكون ليست البداية الحققية البداية الحققية تبدأ من دور التمانية فأكر حضراتكم بكرا ان شاء الله بلقاءات اللي هتكون موجودة أو هبدأ معاكم من لقاءات كوبا أمريكا اللي هنبدأ معاها بالترتيب كده عندنا الساعة واحدة بعد ما نخلص معا حضراتكم مباراة كولومبيا وتشيلي وبكرا ان شاء الله موريتانيا وأنجولا ساعة 4.5 منتخب الكاميرون ومنتخب غانا وقمة أفريقية قوي جدا بين يعني مدربين وفرقتين على أعلى مستوى أكيدنا نتكلم ونتبع معاكم على آخر الأخبار الخاصة باللقاء والمنتخبين وبينين وغينيا بيساو الساعة 10 في آخر الجوالات علشان نستعد ان شاء الله للقاء يوم الحد اللي فيه كلام كتير على أن منتخب مصر بشكل كبير هيغير من التشكيل الرئيسية بسبب الإجهاد وده كان من ضمن الكلام اللي قاله مستر أجاري لوسائل الإعلام أنه هيغير ممكن يغير ملامح وشكل منتخب مصر في المباراة الأخيرة ما منتخب أغندا لكن هي سلاحزوا حديم منتخب أغندا مش من المنتخبات السهلة منتخب أغندا عايز يكسب علشان ما يحطش نفسه في حسبة برمة وأحسن تولد والكلام اللي حضراتكم عارفينه لكن هو عايز يصعد تاني مع منتخب مصر على طول وبالتالي الفرصة وده منتخب أغندا أنا شايف أنه هينزل مركز على التلات نقطة فلابد من التركيز التام واللعب بإصرار وبحماس واللعب دايما على الثلاث نقاط مش التعادل التلات نقطة علشان يعني نقطع أي شك موجود ونقطع كمان أي خطورة ممكن نتسبب فيها لو المباراة مشت في سكة التعادل السلبي أو الإيجابي طيب عندنا أخبار كتيرة وعندنا كلام كتير ويعني كابتن إسلام كان مع حضراتكم يوم لأربع ما كناش موجودين مبارح لكن موجودين نهاردة علشان نتكلم وكمل الأخبار ونكمل الحواديث والأزمات اللي موجودة في المنتخب الوطني والكلام والحضراتكم شايفين وعايشينه ما فيش شك أن السوشال ميديا بتلعب دور كبيرة جماعة في الفترات الأخيرة السوشال ميديا زي ما احنا تابعنا وقلنا الأزمة الأشهر والأكبر هي أزمة عمرو ورد احنا دورنا هنا موجودين في قناة الأهلي أو في برنامج اللي كان نتكلم على الأخبار الإيجابية ما نتكلمش على الأخبار السلبية لكن أنا عايز أتكلم في نقطة بسيطة جدا خاصة بموضوع السوشال ميديا أن نفس الجمهور أو نفس الناس أو نفس البن أدمين اللي طلبوا أن عمرو ورد يتم استبعاده عن منتخب مصر هم نفس الناس اللي طلبوا ان عمرو ورده يرجع تاني للمنتخب الوطني وشايفين ان حرام ان هو لاعب صغير يتم انهاء مستقبله بالشكل اللي حضراتكم كنا هنشوف وبالتالي يعني الموضوع مش مفهوم يعني هي الناس عايزة عمرو ورده اللي مش عايزين عمرو ورده هل الناس متعطفة مع عمرو ورده اللي مش متعطفين مع عمرو ورده الموضوع محايد جدا والموضوع منقسم بشكل كبير وفي نفس الوقت يا جماعة الكلام ده كلام سلبي عايزين نركز مع منتخب مصر عايزين نركز على مبارات اغاند عايزين نركز على البطولة بشكل عام بنشوف حاجات تفرح جمهور مصر المحترم اللي بيروح شجع تونس اللي بيروح شجع الجزائر اللي بيروح شجع المغرب مالين الملعب وقفين مع اخواتنا العرب بطريقة جميلة جدا وبالتالي هي دي الحاجات الإجابية لازم نتكلم فيها وجود عثمان دنبلي في المأسورة الرئيسية للقاء المغرب النهاردة مع منتخب المغرب ومنتخب كوتفور حاجة تشرف تنظيم على أعلى مستوى هي دي الإجابيات موضوع عمرو هارده واخد أكبر من حجم يا جماعة ده موضوع يعني أكبر من حجمه وبتكلم على الأزمة على سوشال ميديا لكن أكيد فيه عقاب وفيه ثواب وأكيد فيه صحة وأكيد فيه غلط أنا مش بتكلم بقول اللعب غلط ولا اللعب صح أنا بتكلم على الموضوع نفسه بشكل عام إن احنا ماينفعش ناخد من وقتنا ومنطقتنا ومن كل حاجة احنا مفروض نتبسط منها في البطولة نحنا نبدأ نتكلم على الأمور السلبية منتخب مصر عمل إيه منتخب مصر خرج أكلوا إيه شربوا إيه النهاردة ناموا زايد دخلوا الجيم عملوا إيه فالكلام ده كل جماعة كلام سلبي وأنا بتكلم يعني احنا قريبين لبعض جمهور دايما عارف جمهور بايفهم فكرة القدم فالكلام السلبي الكتير وهي زرار في الفيسبوك اسمه شار 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 هو ده اللي خريب الدنيا كلها هو ده سبب فأي مشكلة بتحصل إن أي حاجة قد كده بتكبر بتبقى قد كده يا جماعة في حاجة مهمة تانية موضوع الترافيك ممكن ما هديكتب خبر متفابرك خبر مش حقيقي خبر من الصح زي اللعب تعكين اللي ترحل عشان عن الناس فضلوا يتريعوا عليه من الصح يا جماعة الكلام ده من الصح والله العظيم والناس فضلوا ونفقوا الكلام ده وبالتالي لما أجأتكلم مع حضراتكم هنعرف دلوقتي بقى إيه الحاجات الحقيقة وإيه الأخبار الصح وإيه الكلام اللي يجاب اللي احنا نتكلم عليه مشكلة عامر ورده هنتكلم عليه بس هنتكلم عليه لما نتكلم في الأول في الأخبار المهمة ونتكلم في الأخبار اللي هي دي مفروض نتكلم عليه ونركز فيها اللي بتتكلم على السادة الوزير نتكلم على اتحاد الكورة نتكلم على اللعيبة نتكلم على استعداد منتخب مصر الأغندا نتكلم على مشوار منتخب مصر هو ده الكلام اللي هنتكلم فيه منتخب المغرب وجمال منتخب المغرب وحلوة منتخب المغرب كان نفسي أقوله تونس بس تونس عندها سوق حظ كبير جدا لكن نتمنى أن منتخب تونس يعود إلى المصار الصحيح ويعود إلى صعود وإلى دوره 16 كأول أو تاني المجموعة موضوع سيبقى صعب لكن مش مستحيل هبدأ معكم في الأخبار وهبدأ معكم بوزير الرياضة يجتمع بلعبي منتخب مصر بعد أزمة عمروات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد اجتماع ودي مع لعبي منتخب مصر خلال الساعات القليلة الماضية في مقار إقامة المنتخب في القاهرة وشادة الجلسة حضور البشواندساني أبو ريدا رئيس الاتحاد الحديث عن طموحات منتخب مصر هذا الكلام الإيجابي اللي بقول لحضركم عليه في بطولة كاس الأمم الأفريقية والفترة المقبلة بعد تأهل الدور الثاني بشكل رسم طالب سيادة الوزير لعبي منتخب مصر ببذل أقصى ما لليهم من مجهود لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر في البطولة القرية ملايين من الشعب المصر جماعة مستنين المنتخب الوطني يرفع كاس البطولة لعبة منتخب مصر لعبة رجالة تتحملوا مسؤوليه بعض تساعدوا بعض وتشيلوا بعض وقلبكم على قلبه بعض علشان تتوجهوا بالبطولة خليكم عارفين أن الناس الغلبان الناس اللي على قد حالها ما عندهاش فرحة في اليوم غير فرحة منتخب مصر أنه يفوز فرحة مطش كل كام يوم بينزل يتفرج على مطش وبيدفع فلوس في القهوة وبيدفع فلوس في المكان اللي حابب يتفرج عليه أو في البيت زي ما طبعا الحكومة المصرية وفرت للشعب المصري قناة مصرية بتنقل الحدث لكن طبعا زي ما حابركم عارفين أن المواطن المصري الغلبان بيحب ينزل يتفرج على القهوة بيحب يتفرج وسط صحابه وسط زميله فنفسوهم أن في آخر اليوم أو في آخر المباراة منتخب مصر يفوز فلعبة منتخب مصر أكيد عندها شعور طيب وأكيد عندها الحماس والغيرة أن هي ما تزعلش ولا واحد من الملايين اللي قلبوهم على منتخب مصر ونفسوهم نفسوهم أنهم يشوفوا منتخب مصر وتوج بلقب الأفريقي للمرة التانية مش هقولي الوحيد صراحة يعني